بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمه وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله إذا قلنا الله يعلم الغيب هذه العبارة لا تعني أن أحدا آخر لا يعلم الغيب الله يعلم الغيب وقد يعلم الغيب غيره مثلا لو أن الله عز وجل قال للإنسان ما سعى للإنسان ما سعى وقد يكون له ما لم يسعى أما إذا قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يعني هذا في قصر وفي حصر وفي قيد ربنا عز وجل لو قال الله يعلم الغيب لا ينفي أن جهة أخرى تعلم الغيب ولكن الله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله في صياغة قصر صياغة قصر إذن الله وحده يعلم الغيب الآن إذا اعتقدت أن جهة في الأرض تعلم ما سيكون فقال بعض العلماء يخشى أن يكون هذا الاعتقاد كفرا يخشى أن يكون هذا الاعتقاد كفرا الغيب لا يعلمه إلا الله النبي عليه الصلاة والسلام مع رفعة شأنه ومع أنه سيد الأنبياء والمرسلين سيد الخلق وحبيب الحق لا يعلم الغيب والدليل قل لا أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا بشير ونذير إذن الإنسان يجب أن يعلم علم اليقين الإمام مالك فيما تروي الكتب والسيار رأى في المنام ملك الموت قال يا ملك الموت كم بقي لي من عمري ملك الموت أشار له هكذا فاستيقظ الإمام مالك وهو يحسب أنه قد بقي له خمس سنين قال لما لا تعني هذه الإشارة خمسة أشهر لما لا تعني خمسة أسابيع لما لا تعني خمسة أيام لما لا تعني خمس ساعات لما لا تعني خمس دقائر خمس ثواني فذهب هذا الإمام مالك إمام دار الهجرة إلى الإمام ابن سيرين وكان يعني وحيد عصره في تفسير الأحلام فقال يا إمام رأيت ملك الموت وسألته كم بقي لي من عمري فقال لي هكذا ماذا تعني هذه الإشارة قال يقول لك ملك الموت إن هذا السؤال من بين خمسة أسئلة لا يعلمها إلا الله ملك الموت لا يعلم متى قبض الأرواح يؤمر أمر فوري نعم إذن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله الحقيقة عنا في غيب الماضي وعنا غيب المستقبل وعنا غيب الحاضر غيب الحاضر يعني ما يجري الآن في حلب نحن هنا لا نعلم ما يجري أما أهل حلب يعلمون ما يجري لو إنه حصل اتصال هاتفي عرفنا ما يجري هذا غيب الحاضر لذلك الجن أحيانا تستخدم غيب الحاضر لإيهام الناس أنهم يعلمون الغيب هذا غيب الحاضر المقصود في الآية غيب المستقبل يعني بعد هذه الساعة ما سيكون لا أحد يدري تلاقي مدينة عامرة في نشاط وأسواق وبيع وشراء فجأة يأتي زلزال في زلزال وقع في قرية من قرى إيطاليا هذا الزلزال قبل خمسين عام تقريبا أثناء التنقيب وجدوا آثار مدينة مغمورة برماد بركاني حينما نقبوا عن الآثار وحقنوا هذه الآثار بالجبصين السائل رأوا مدينة تقريبا بعد الظهر وهي في أوج نشاطها انفجر بركان في شمالها وخرجت منه طبعا حمام ورماد بركاني غطاها على ارتفاع خمسة أمتار الناس في بيوتهم كانوا يتناولون طعام الغزاء حتى بحقن الجبصين السائل وجدوا نوع الطعام وجدوا الأمهات تحنوا على أطفالها وجدوا بعض الأغنياء يندفعون إلى جمع الذهب والفضة من خزائنهم ليهربوا بها وقد جاءهم الزلزال من يعلم الغيب؟ الله سبحانه وتعالى الزلزال قد يأتي فجأة تصبح الأمور بوضع آخر قد تأتي الفيضانات قد يأتي موت زؤام معجل الإنسان قد يموت بحادث قد يموت بسكة دماغية يعني طبيب سمعت عنه كان يثبت للناس أن الركض هو خير رياضة وأن من يرقض يعني لا يصيبه أي مرض مات وهو يرقض قبل فترة طبيب شهير جدا في مصر يعني أول طبيب في القلب مات بسكتة قلبية يعني شيء غريب جدا من يعلم الغيب؟ الله سبحانه وتعالى أي توجهة أخرى لا تعلم الغيب فلذلك الإنسان حينما يعتمد على الأسباب يكون قد أشرك المؤمن يأخذ بالأسباب ويعتمد على الله والكافر يأخذ بالأسباب ويعتمد عليها الصاروخ الذي أخرجوه المركبة الفضائية إشتينجر المتحدي سموها بعد سبعين ثانية أصبح كتلة من اللهب في سبع أشخاص سموه المتحدي من يعلم الغيب؟ الله سبحانه وتعالى يعني يجب أن هيا طبع حظك هذا الأسبوع المجلات أنا برز العقرب هذا برج التور هذه كلها كلام باطل من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر 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 فقد كفر بما أنزل على محمد من أتى ساحرا فلم يصدقه لم تقبل له صلاة أربعين صباحا فانتبهوا لأن الله عز وجل قال لا يعلم الغيب إلا الله الله وحده يعلم الغيب لذلك آل واحد قال بيني وبين الملك يوم واحد قال ما مضى إن قطع خيره وشره وما سيكون بعلم الله هذا اليوم الذي أعيشه هذا الذي بيني وبينه يعني كل إنسان يجزئه لقيمات خبزة وفراش لناموا عليه إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حزت له الدنيا بحزافرها إذن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون يعني هذا اللقاء مع الله عز وجل ماذا أعددت له لأي بي لك هقدم طلب هاتف لأبني هو الآن ولد احتيار يعني دائما إنسان يخطط إلى عشرين سنة قادمة قال لي واحد يعني خايف ركبه يشوفه فاجة تمديد أرضي بعدين يصير فيه عطل بالأنابيب أضطر كسر البلاط هاكي الهم سأل أشخاص عديدين بقي سنة بحيرة يركب تمديد ظاهر لما داخلي بعدين استقر الأمر يركبه داخلي وإذا كان صار فيه عطل يخلي البلاط مركب يركب تركيب ظاهر قال لي بعد عشرين سنة إذا كان صار فيه عطل بالأنابيب بعمل تركيب ظاهر ومن أدراك أنك تعيش عشرين سنة أخرى والله الذي لا إله إلا هو مرة التقيت مع شخص خطط لي بشيخ عشر سنوات قادمة يعني قال لي أنا بدي أتقاعد إن شاء الله سنة بدي أعمل إعارة للجزائر وأعمل زيارات لأوروبا كل صيفية صيفية بفرانسا صيفية بإنجلترا بالضبط قال لي صيفية بإيطاليا بدي أتملى من معالمة سياحية المتاحة في الآزار المتنزهات بجي بعد خمس سنوات تنتهي الإعارة بفتح محل تجاري بحط في هدايا بحطه لا دي فيه برتاح هذا الكلام قاله لي والله حوالي الساعة عشر صباحا كنت في مركز المدينة وأنا في طريقي إلى البيت رأيت نعوته على الجدران في نفس اليوم والله في نفس اليوم لا يعلم الغيبة إلا الله لا حد أقول بكرة وبعد بكرة وبعد كذا سنة بأعمل بيتريك قال من عدى غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت من عدى غدا غدا بزداد من أجله فقد أساء صحبة الموت لذلك الله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله واحد له عند الثاني دين فالمدين عمره شيء خمسة وثمانين سنة فقال له والله كنتم بارح مرضان مزح معه وقال له أوعك تفعل ما تموت تفعلنا الدينات أب ما تموت من باب المزاح الدائن عمره ثنين وثلاثين سنة مات بسكتة قلبي هذا لعمره خمسة وثمانين قال له اتفاع أب ما تموت الدينات مات قبله هاي الغيب من يعلم الغيب في إنسان قال له الأطباء انتهى الأمل بالحياة سلموا الغرفة وكتبت النعوة واشترى النساء اللباس المناسب للعزاء وانتهى كل شيء ثم أكرم الله هذا الإنسان الميؤوس منه بالحياة والذي كتب النعوة تحت أطباق السرى الآن الذي كتب النعوة تحت أطباق السرى والذي كتبت نعوته حي يرزق لا يعلم الغيبة إلا الله دائما الإنسان إذا قال إن شاء الله فقد تأدب مع الله هذه مو كلمة الأجانب يعني يسخرون من المسلمين باستخدام كلمة إن شاء الله يعني إذا كان شيء بده ما ينفزه يقول لك إن شاء الله ما حيدفع إن شاء الله يدفع لك ما حيوقع عقد إن شاء الله بوقع العقد هذه إن شاء الله مشوهة إن شاء الله التي يقولها المؤمن يعني في عنده عزيمة تقهر الجبال أن يفعل هذا الشيء لكن إلا أن يحاط بكم فيقول إن شاء الله تأدبا مع الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون الواحد يسأل السؤال السؤال مزعج أنا أموت في هذا البيت سيثرة أم في بيت آخر أموت بين أهلي أم في الطريق أم في بلد وأنا مسافر أين أموت وما تدري نفسه بأي أرض تموت العبرة أن تستعد للموت هذا أعرابي الذي قال للنبي الكريم قال جئتك لتعلمني من غرائب العلم قال فماذا صنعت في أصل العلم قال وما أصل العلم قال هل عرفت الرب قال ما شاء الله قال فماذا صنعت في حقه هذا السؤال إذا كنت تقول أنا أعرف الله ماذا فعلت من أجله ماذا أعطيت من أجله ماذا منعت من وصلت من قطعت من وادت من عاديت ما الموقف الذي وقفته من أجل الله ما الذي تركته لله ما الذي فعلته لله قال له هل عرفت الموت قال نعم قال فماذا أعددت له هذا السؤال درسنا هذا السؤال ماذا أعددت للموت الموت حق التفكر بالموت ليس تشاؤما التفكر بالموت لا يقدم ولا يؤخر لك عند الله أجل لا يزيد ولا ينقص لكن التفكر بالموت تهيئة له واستعداد له وتأتي الدنيا وهي راغمة يعني إذا الإنسان التفت لآخرته تأتيه الدنيا وهي راغمة أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمك فاستخدميه ومن خدمني فاخدميه نعم تفرق لعبادتي أملأ صدرك غناً الله عز وجل قال أملأ صدرك غناً خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلا أسلطن عليك الدنيا ترقض فيها رقض الوحش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي مزموماً فهذه قضية مهمة جداً بل ادارك علمهم في الآخرة أي تتابع علمهم بعضهم قال هناك آخرة بعضهم قال ليس هناك آخرة يعني اختلفوا في هذا الموضوع بل هم في شك منها بل هم منها عمون يعني الطالب ما بيأخذ الأولية على القطر إلا بحالة وحدة إذا كان الامتحان ماثلاً في ذهنه دائماً أراد أن يذهب نزهى تذكر الامتحان قال لا هذا الوقت سمين جداً أراد أن ينام باكراً تذكر الامتحان إذا تذكر الإنسان الموت النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكثر ذكر هادم لذات مفرق الأحباب مشتت الجماعات عش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارق وعمل ما شئت فإنك مجزي به بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون يعني عميت عليهم هذه الآخرة تلاقي غير المؤمن ساحة نفسه كلها دنيا الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه لا يعرف إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم أما غير المؤمن دائماً يفكر كيف يجيب الله عن هذا السؤال لما فعلت كذا؟ أجيب الله عز وجل دائماً في تصور الحساب مع الله عز وجل لذلك من حاسب نفسه في الدنيا حساباً عسيراً كان حسابه يوم القيامة يسيراً ومن كان حسابه لنفسه يسيراً كان حسابه يوم القيامة عسيراً وقال الذين كفروا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُهُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أساساً الكفر الكفر باليوم الآخر كفر بالله أيضاً إذا كفرت بالدار الآخرة فكأنك كفرت بعدالة الله عز وجل غني ويموت وهو غني فقير يموت وهو فقير ضعيف ضعيف قوي قوي مظلوم ظالم إذا كفرت بالدار الآخرة فهذا نوع من الكفر بالله عز وجل فهؤلاء الذين يقولون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين هذه دعوة دعوة الكفار أن الحياة هي كل شيء والموت نهاية كل شيء لذلك انطلاقاً من هذه العقيدة يصح للإنسان أن يفعل ما يشاء قال شاعر جاهلي هذا غير عن ترى فإن كنت لا تستيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي يعني دعني أغب منها ما أشاء قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين هذا دليل آخر في عنا دليل كوني ودليل قرآني وعنا دليل يومي دليل الأحداث قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين هؤلاء الذين حاربوا الله ورسوله هؤلاء الذين أجرموا هؤلاء الذين ظلموا انظر إلى نهايتهم أما كلمة قل سيروا في الأرض فانظروا هذه الفاءة تفيد الترتيب على التعقيد يعني قد يأتي العقاب بعد الحراف وفي آية أخرى قد يأتي العقاب بعد أمد طويل قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون يعني ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين يعني الله عز وجل مطلع المكر سلاحه الضعيف حينما ينكشف هذا المكر ففقد قيمته فربنا عز وجل مطلع على مكر أعداء الحق دائما ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم لو إنسان خطط لشيء لعمل سيء واللي بيده الأمر أخذ صورة عن تخطيطه فهو يظن أنه في من جات ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم مكرهم عند الله فالإنسان حينما يمكر يجب أن يعلم أن الله مطلع عليه لذلك أن ترى أن الله رقيب عليك أن ترى أن الله يعلم أو أن تعلم أن الله يعلم هذا سر الاستقامة الآن إنسان إذا شعر أنه مراقب يلتزم الصحيح لو إنسان رقب إنسان أخذ احتياط دقيق جدا ضبط كلماته ضبط حركاته ضبط سكناته إذا إنسان رقب إنسان من ضبيط كيف إذا كان لواحد الديان رقب الإنسان إن الله كان عليكم رقيبا ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين امتى يا أخي استهزاء لما بيجي البلاء والعياذ بالله بتلاقي يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت يعني فيه أغلى الولاد فيه أغلى من طفل يرضع من سدي أمه في أثناء الرضاع يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد يعني سمعت أن امرأة فيها بناء ضعضعة شوي فقالوا أنه خطر من لهجتها حملت حزاء مكان ابنها وانطلقت من البيت هذه بالدنيا إذا البناء في ضعضعة ساعة الخوف حملت حزاءها وظنته ابنها وانطلقت فإذا هو حزاؤها يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد الإنسان إذا كان بالرخاء عرف الله في الرخاء صحته طيبة ماله وفير مكانته الاجتماعية مرنوقة في هذا الوضع الجيد عرف الله عز وجل إذا جاءت الشدة فالله سبحانه وتعالى يعرفه اعرفه في الرخاء يعرفك في الشدة وكذلك ننجي المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون رديف لكم يعني جاء تباعا بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون لما الإنسان يكشف له الغطاء ويرى نعم الله عز وجل نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى نعمة السمع نعمة البصر نعمة العقل نعمة القوة نعمة الزوجة نعمة المأوى نعمة الأولاد نعمة الصحة وإن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون أرجو الله عز وجل أن يجعلنا من القلة الشاكرة لا من الكثرة الكافرة والحمد لله رب العالمين